الخبر الأول اللي عدنا عن عمار وفضيحة المايد جمال فعمار رزح هذا المقطع على قناةه باليوتيوب واللي كان يتهجن بي على مايد جمال انه هي طعنته بظهرة وانه هي غذرت بصديقها وطبعا ما يعرف انه مايد جمال وعمار هم ازدخاء من فترة كلش طويلة ولكن مايد جمال غذرت بعمار ولهذا عمار رزح هذا المقطع على قناةه باليوتيوب وشرح بالقصة بالكامير رحضوكم يا بالوصف رحو شوفوا المقطع كامل عم تعرفون القصة وحالي يصر لنا عرفة عن مايد جمال انه هي تكفر برب العالمين وتحرف على القرآن تذب كل يوم تطلع الهوية واحد وهي من واضيع الشرح تقبول وحاليا عرفنا انه هي غدارة فرح شوفوا مقطع عمار عم تعرفون القصة بالكامل وطبعا عمار يا حبايب يتحدى المتابعين انه نوصل لخمسة الف متابع ورح ينزل انه رح ينزل صورة بيسان اسماعيل وأنس الشايب وهما بدون منابس بالحمام ورح اشتركوا عنده وصلوا خمسة الف متابع وكتبوني احبابي بالكومنتاج ورح يتركوا مخبر مايد جمال الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عادنا هو نور مار فنور نزع له سبب الانستغرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات اهلا بخلال انه رح ينزل مقطع يوم الثلاثة ورح يكون اقوى مقطع على قناته باليوتيوب قاعد فترة طويلة وقاعد يمنتج به ورح يكون بقمار مارو يا رمارو الفريق الباقي رح تقوم هذه الستوري يشوفوا الفيديو صليع من منتج ومن عندما قلت تكون رايحة منتج يعني تقليل من ثلاثة اربة ساعات واكتر يمكن لانه هذا الفيديو رح يكون من اقوى الفيديوهات في قناتي ومن اخطر الفيديوهات في قناتي يوم ثلاثة ساعة عربة خليكم جاهزين لأفخم فكرة في تاريخ اليوتيوب شي وما اليوتيوبر الثالي عادنا فهم انس واصال فانس واصال نزعوا على قناتهم باليوتيوب هذا المقطع على قناتهم الاجنبية وبدأوا اول مقطع رح تكون القناة كلها بالانجليزي بشركم فكرة انس واصال نسوم قناتهم بقناة انجليزية اكتبوا لي بالكومنتات رأيكم بالنسبة اللي شافوا المقطع الخبر الثالث اللي عادنا عن تهجم متابعين برهم المعراوي وحمد ابو الرب على سامر وحود اما ليسا عن السبب فسامر وحود في تحبث مباشرة الفيسبوك فصال يسجم كل الاشخاص اللي يتبرعون الفقراء ويرضون هذا الشيء على السوشال ميديا ورهم المعراوي وحمد ابو الرب نزه هذول مقطعين اللي يسجمون بها على ابن سوريا حال ندخلنا على المقاطر وتزوبي على التعليقات رح تشوفون اللي كل التعاليق من قلبه بانجليزي وكاتب عليها جيش السلخة وجيش احمد ابو الرب اللي يريدون يجمدون المشاهدة على المقاطر فكتبون يا حباب بكومنتات شركة بهذا الخبر اروح لي استعقاد التهجوم اللي يتعرض له او لا الخبر الرابع اللي عادنا عن فضيحة مية جمال ومقاطر زاء 18 الها فاختة تغريد بعثت لي هذا الفيديو وطبلت من عندي انه يشرب الكامل على القناتي عمودي يحصون شوية شهرة فربطكم ثاني تيم هذا المقطع وكملوا الباقي على طارق الباشا لنصراحة المقطع كلش قليا ادف وما قدر احطه بالكامل عندي فورطكم حالية شوية من المقطع شوفو وكملوا الباقي يا حباب بالرابط والوصوف عن طارق الباشا الخبر الرابع اللي عادنا عن ماية جمال وسبها لمحمد جواني وسبها باما واختها فماية جمال يزعت عليها سبها من الانستجرام بث مباشر مبارحة وبهذا بث مباشر صار يسبونا على اختها واما لجواني راح اضطوكم هذو اللي ستوري شوفو دي احكي قدام الناس عشان غيصة صار اشي يا عامر ملتك تحتي باش خلاص تمام تمام خلطة ليش ايو ساعد حضر الفاتحة لعنص بس سيفكر القصص ام جواني فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات شركوا بالوصاقة الكلام اللي يقولوا هل تشوفون انه مبلا شرف او لا الخبر الخاص اللي عادنا على عائلة التعليم يوتيوب ووصول قناتهم باليوتيوب لاثنين مليون متابع فان شاء الله الف مبروك وعقبال عشرة مليون يا رب وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركوا لهم بالكومنتات ووصول انها وصلنا هذو المقطعات من المقطع جابكم لس تحطون الاكسركم بالقناعات شاركوا فيه زي مخاطر من مثل الخصاص وبس مع السلام